بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الحقيقة كان اجتماع مهم مع مجموعة من الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الوزراء الأخت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والأخت الدكتورة جنان الرمضان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات وأيضا الأخ حسام الرومي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية وبقية الفريق من مجلس الوزراء اليوم الاجتماع كان ينصب على قضية مهمة أساسية من خلال نقاشنا للحسابات الختامية وملاحظات الديوان المحاسبة أو المخالفات التي كان يسجلها الديوان في هناك نص قانوني أنه في حال الخلاف بين أي جهة حكومية وبين ديوان المحاسبة على قضية معينة وكل طرف يتمسك براية اللي يحسم الموضوع هو مجلس الوزراء مجلس الوزراء هو اللي يحسم الموضوع وبالتالي ديوان المحاسبة عنده ملاحظات على هذا الموضوع بأن كثير من المواضيع اللي يختلف في قراره مع الجهات الحكومية وتذهب إلى مجلس الوزراء كثير من هذه المواضيع على الرغم من اعتقاد ديوان المحاسبة بأنها غير قانونية مجلس الوزراء يفصل ويحسم لصالح الجهات الحكومية وتكررت شكاوى ديوان المحاسبة على هذا الموضوع اليوم الاجتماع كان يتعلق بهذا الموضوع أن مجلس الوزراء دائما يفصل لصالح الجهات الحكومية فلما ناقشنا احنا الموضوع أيضا مجلس الوزراء أو الأخوان اللي يحضروا من قبل مجلس الوزراء قالوا احنا ما عندنا هذه المواضيع اللي تم الحسم فيها لصالح الجهات الحكومية ونأمل أن تعطونا وقت ناخذ التقرير اللي من قبل ديوان المحاسبة ندرس تلك المواضيع ونعطيكم الرد احنا إجابتنا وأيضا اعتمادا على تقاريذ ديوان المحاسبة أن هذه القضايا موجودة أساسا لدى مجلس الوزراء أنتو هذه كثير من القضايا اللي موجودة موجودة عند مجلس الوزراء وأهو مجلس الوزراء اللي فصل فيها لصالح الجهات الحكومية وصار نقاش الحقيقة طويل عريض بيننا وبين الأخوة المجلس الوزراء بأن أيضا ديوان المحاسبة كان يقول أننا احنا في بعض الأحيان مجرد الدعوة إلى مناقشة هذه المواضيع المختلفة يأخذ لها فترة طويلة جدا فترة طويلة بحيث أيضا تؤثر على المناقصات بل أن حسب كلام مجلس ديوان المحاسبة أن في بعض المسؤولين يطلبون وأيضا أرجو الانتباه إلى هذه القضية يطلبون من ديوان المحاسبة أن يرفض الموضوع أن يرفض الموضوع علشان يلجأون إلى مجلس الوزراء لأنهم ضامنين أن مجلس الوزراء راح يفصل لصالحهم وبدون احنا ذكر هذه الجهات أو الأشخاص كان يؤكد ديوان المحاسبة على هذا الموضوع الخلاصة بأن كثير من الجهات الحكومية كانت تجد في مجلس الوزراء أن نصير لها في حسم المواضيع لصالحها في مقابل ديوان المحاسبة وبالتالي احنا الآن نتيجة لطلب الوزراء فترة راح يقدم لهم التقرير بكل ما فصل في مجلس الوزراء لصالح الجهات الحكومية ولديوان المحاسبة ملاحظات على هذه المواضيع في اجتماع لاحق راح نشوف وجهة نظر مجلس الوزراء في التقارير التي صدرت من ديوان المحاسبة الحقيقة بعد نقاش طويل عريض لأن تطرق الموضوع لكثير من القضايا على سبيل المثال من ضمن الأمور أن أكو بعض المناقصات يفترض تكون داخل العقد بعض الجهات الحكومية تخليها في أوامر تغييرية على الرغم من أن كونها يجب أن تكون أيضاً جزء من العقد وبالتالي الأوامر التغييرية أيضاً تكلف المال العام وهناك أمثلة كثيرة الحقيقة ما بيأضطرق لها إنما من خلال الاجتماع ككل توصلنا إلى اقتراحين على أساس أن بعد فترة وعقب هالاقتراحات ندرس الموضوع الاقتراح الأول الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وترتب عليها ضرر على المال العام ومعرفة المتسبب وإفادة الديوان بنتائج التحقيق ونتائج التحقيق يقدم الديوان فيها تقرير إلى مجلس الأمة مو بس قضية المناقصات حتى الممارسات أو المزايدات أو المسابقات فنطلب إحنا من مجلس الوزراء بس الآن إحنا بحاجة إلى معرفة الصيغة القانونية أو الآلية القانونية للطلب من مجلس الوزراء هل هو تكليف هل هو طلب وقد يكون برسالة واردة إلى مجلس الأمة في أيضا الاقتراح الثاني اللي هو تكليف ديوان محاسبة بالتحقيق في السجلات السياحية وبياناتها المالية واستثمارات العقود المبرمة ومدى مطابقتها لقانون أملاك الدولة والقانون رقم سبعة بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والأنظمة المشابهة وكذلك قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأيضا تضمين التقرير جميع الملاحظات والمخالفات وتزويدنا أيضا بكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحقه بالمال العام أيضا هذا الموضوع بحاجة إلى معرفة الصياغة والآلية القانونية لهذا الموضوع هذا الموضوع مرتبط بما تم دراسته فنأمل إن شاء الله أن مجلس الوزراء يتفهم وجهة نظر ديوان المحاسبة وخاصة أن ديوان المحاسبة على الرغم من موافقة مجلس الوزراء يعتقد ويصير على رأيه حتى من الناحية القانونية والناحية الفنية كان هناك اعتراب أو تساؤل عن مدى إمكانية ديوان المحاسبة بدراسة الأمور الفنية لأي مناقصة يعني حجة الحكومة إن لديها فنيين مهندسين في أي مشروع في أي مناقصة إن والله فنيين هم يقررون فدوان المحاسبة قد لا تكون لقدرة في تقييم تلك المشاريع كما هو الحال بالنسبة للجهات الحكومية الحقيقة بالعكس ديوان المحاسبة وضح بشكل جلي إن له عنده الجهاز الفني عنده المهندسين عنده المختصين اللي يستطيعون أن يقيموا تلك المشاريع عنده ما شاء الله يعني اختصاصيين بعدد كبير في مقابل اختصاصيين الحكومة وقال احنا بالعكس احنا من هالقطاعات قاعد ناخذ من الحكومة قاعد ناخذ من الحكومة الفنيين يعني يستقطبونهم طبعا لدراسة هذه المشاريع ففي اجتماع لاحق إن شاء الله احنا راح نشوف ردود مجلس الوزراء على هذه القضايا اللي تم الاختلاف عليها بين الجهات الحكومية وبين ديوان المحاسبة واللي حسم مجلس الوزراء الموضوع لصالح الجهات الحكومية هذا اهم ما تم في الاجتماع تفضل كلها كلها لا 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 هو تقريبا اربعة وعشرين موضوع تقريبا اربعة وعشرين موضوع كل يعني حتى سواء فيها اوامر تغييرية او ما فيها اوامر تغييرية ايه لان ديوان المحاسبة عنده ملاحظات يعني جوهرية وجادة يعني حتى في من الوزراء لما صار كلام قال احنا ترى من لجنة الخدمات في مجلس الوزراء ولا نعبر عن رأي مجلس الوزراء ككل احنا قلنا لهم احنا نريد رأي مجلس الوزراء فيما يتعلق بكل المناقصات سواء شملت اوامر تغييرية او لم تنشمل ما هي الاضرار المالية التي تغتبت على هذا الحسم لصالح الجهات الحكومية هل اكو اضرار مالية او ما اكو اضرار مالية وبالتالي يقدمها حق ديوان المحاسبة وديوان المحاسبة يقدمها لمجلس الامة علشان نشوف فعلا ان الامور اللي مجلس الوزراء ايد وجهة نظر الجهات الحكومية وصار هناك عب على المال العام ما فيه رجنة او مكان ثانية يتم فيه نظر المناقصات خاصة وانا مجلس الوزراء هو من حسب المناقصات ورساعة على البعض الجهات الحكومية لانكم انت تطلبون مننا التحقيق في هذه المناقصات اللي هو رساعة وما فيه مكان محايد مو احنا قاعد نقول ان ليش هالاجتماع صار لان احنا نرى ان الخصم هو الحكم ان لجنة المناقصات تابعة لمجلس الوزراء ولكن مجلس الوزراء يقولون لا احنا بالعكس احنا محايدين بالنسبة للجنة المناقصات وفيه طبعا للانصاف ان مجلس الوزراء في ايضا مواضيع معينة ايد وجهة نظر ديوان المحاسبة هذا لا يعني ان كل القضايا اللي كان مختلف عليها بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية تم حسمها لصالح الجهات الحكومية لا فيه منها ما تم حسمه لصالح ديوان المحاسبة ولكن ديوان المحاسبة لا زال يصر ان حتى ما تم الفصل فيه لصالح الجهات الحكومية متمسك برأيه طبعا مع الاسف طرحت بعض الاراء في اللجنة ان تحاول ان تغل يد ديوان المحاسبة عن الدخول في بعض التفصيلات ولكن ديوان المحاسبة واجههم كناحية قانونية لا ديوان المحاسبة البعض كان يرى ان ديوان المحاسبة فقط يتعلق بالشؤون المالية فقط لا اكون امور فنية لها تأثير على الجوانب المالية وهي من اختصاص ديوان المحاسبة الخلاصة اخواني العزاء ان مع الاسف يعني في بعض الاحيان مجلس الوزراء يتمسك بقشة قانونية انجاز التعبير بقشة قانونية لكي يغل ديوان المحاسبة عن ممارسة صلاحياته ولا بعض الاحيان يحاول ان يغل يد مجلس الامة عن صلاحياته انا اذكر لكم هذا شيء يتعلق بهالموضوع في مناسبة سابقة من تاريخ سابق كلفنا ديوان المحاسبة بتقرير عن القياديين رواتبهم وآلية تعيينهم وإلى آخرة وامتيازاتهم واختصاصاتهم طبعا ديوان المحاسبة معلوماته من وين من الجهات الحكومية يروح نتيجة لتكليف مجلس الامة وفعلا بدأ ديوان المحاسبة يمارس هذا الدور فترة من الفترات خلال ممارسة ديوان المحاسبة لدوره في التحقيق مجلس الوزراء وجه كتاب إلى الجهات الحكومية أنه لا تزودون ديوان المحاسبة بما يتعلق بالقياديين لأنه حسب ادعاء مجلس الوزراء بأن هذا شيء غير دستوري بل طلب من ديوان المحاسبة استرجاع البيانات اللي بعض الجهات الحكومية زودتها فيها بحجة أن هذا هذه الأمور غير دستورية هناك اختلافات كثيرة وفعلاً يجب يعني بحثها بصورة جدية فيما تدعيه الجهات الحكومية أو يدعيه مجلس الوزراء بخصوص الدستورية وعدم الدستورية أختم كلامي بهذا أنا قبل فترة وجدت سؤال برلماني لجهة حكومية لإيكاسكو قلت لهم عطوني اللي تابعين الخطوط الكويتية إن عطوني الموظفين اللي تم تعيينهم والموظفين اللي تقدموا بطلبات ورفض تعيينهم عطوني اللي تم تعيينهم اللي رفض تعيينهم قالوا لي لا هذه قضايا شخصية والدستور يمنع فأكون إفراق مع الأسف في فهم الصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء